شهيد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد أهلاً هيانا نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محاضرة بعنوان التكنولوجيا الزراعية ومستقبل الغذاء التي نظمها مجلس محمد بن زايد في قصر البطين في العاصمة أبو ظبي وشهيد المحاضرة إلى جانبه سمو الشيخ خالد بن زايد أهلاً هيانا رئيس مجلس دارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعدد من المسؤولين وأكد المحاضر استيوارت أوضو خبير الزراعة الحضرية والرئيس التنفيذي لشركة إلسا كاف لايف أن طلب المتزايد على الغذاء واستهلاك الموارد الطبيعية يتطلب حلولاً مبتكرة للأمن الغذائي المستدام مستعرضاً أبرز الحلول التقنية مقدماً رؤيته وأفكاره في هذا المجال مع أي تقنية جديدة هناك العديد من المخاطر والتحديات لكن في قطاع التكنولوجيا الزراعية تطور الابتكارات الجديدة مع الالتزام بالمعايير الموضوعة لسلامة الغذاء ومعالجة المواد الغذائية ما يجعل الابتكارات في القطاع آمنة أكثر مقارنة بالقطاعات الأخرى ودولة الإمارات قد وضعت السياسات التي تسمح بتطوير وتعزيز جوانب عديدة في هذا القطاع وأنا متحمس جداً للابتكارات الجديدة في القطاع هنا والتي ستستقطبها الدولة ترجمة نانسي قنقر